على ما حدث وما جعل غليان ربما في الشارع الجزائري في الجزائر العاصمة وفي كل الولايات 58 وهنا الجالية الجزائرية أيضا غضبت كثير على المعلق التونسي الذي نعت المنتخب المصري والشعب المصري بأنه أدخل اللغة العربية إلى الجزائر وأدخل وعلمنا تعليم الدين الإسلامي الحنيف متناسيا ربما بين القوسين بن باديس والبشير الإبراهيمي والعلماء تعنا جمعية علماء المسلمين التي اتأسد سنة 1931 والشيخ الورتاني واللغة العربية والعبارات الله أكبر التي كانت تدوي في الجبال إبنى التورة التحريرية أعتقد أن فرنسا على مدار 130 سنة لم تتمكن من سلخ الشعب الجزائري من تقاليده ومن قيمه لماذا كل هذا التجاوز وهذا التجاوز الخطوط الحمراء بالوصول إلى تقدر تقول منتخب الجزائري ضعيف منتخب الجزائري ما يعرفش لعب كرة كما الآن جيليا تقول أنت صحفي ضعيف العربي محمودي ما يعرفش يكتب معلش هذا يبقى رايك ونحترموه لكن أنك تمس مقومات ومبادئ الشعب الجزائري يعتقد أنها مهاترات لن نريد أن ندخل فيها لأننا عشناها في وقت الماضاء بين الجزائر ومصر وهذا شيء مؤسف جدا أنا تلقيت باش ما نقولش مئات نقول عشرات المكالمات اللي عبرت عن صحيح نحن شعب عاطفي ولكن ما تقسناش تاني التوابط ما تقسناش شهداء ما تقسناش الوطن ما تقسناش الدين وما تقسناش اللغة ترجمة نانسي قنقر